ليس جديداً في صنعاء أن يبكي المجرم فوق دماء ضحايا منذ أن استولى الحوثيون قبل أكثر من ثلاث سنوات على السلطة بقوة السلاح والصواريخ والدبابات وغيرها ولكن الجديد هذه المرة أن تتم التضحية بهذا العدد الضخم وبعض القيادات الموصوفة بالمعتدلة في سبيل تشتيت الانتباه المحلي والدولي عن انهيار الدولة بعد استيلائهم على السلطة وإفشالهم المفاوضات العديدة لإنقاذ اليمن وعلى مدى سنة ونصف تقريباً هي عمر العمليات العسكرية التي ينفذها التحالف في اليمن كانت كل العمليات تخضع دائماً وأبداً لمبادئ المملكة أولاً والأعراف الدولية ثانياً في حين كان الحوثيون في نفس الوقت يستهدفون المدنيين في كل مكان تصله أيديهم في اليمن حتى وصلت صواريخهم المحمولة لداخل المدن الحدودية السعودية والسشهد إثرها الأطفال والنساء وفي حين ينفي التحالف أي عمليات له فوق منطقة الهجوم الذي استهدف تجمعاً للحوثيين وأعلن التحالف عن فتح تحقيق قد يكون له علاقة بأسباب أخرى لما حدث فإن صورة اتضحت بعد لحظات من الهجوم إذ خرجت كل قيادات الانقلاب والموت في صنعاء لتزيد من نار التصعيد بين البسطاء من أهل اليمن في استغلال مقيت للحادثة التي لا تاريخ لها في عمليات التحالف بينما تحمل فعلاً بصمات واضحة لمن يحتلون صنعاء ويدفعون ببلدهم في وجه العالم كله باستثناء إيران وأذنابها في المنطقة